موسيقى 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 حي الله و شاب حي الله و شاب حالك محمد متى اخر مرة تلاقينا كافي شعر وايد من زمان وايد من زمان انا ظني 2010 لا اعتقدت 12 لا لا قبل قبل طلعنا من نفس المكان اللي كنا فيه قبل 2012 9 يعني قول 2010 مر الوقت ولكن هناك تلفنات على تواصل مرحبا أهلين أينك؟ و نأجل موضوع موضوع The Direction بودكاستي هذا طبيعا ولكن ما شاء الله عليك هناك حد من الشباب الذين اناواهم من زمان منهم كابتن أحمد بن ضبوي بعد نفس الشيء يقومون في المقابلة أحب الناس الذين يتمون مثل معهم و انت ما شاء الله عليك من يوم عرفتك؟ لين اليوم؟ أنت أحمد اللي أنا عرفه ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك أحمد خبرنا عنك من هو أحمد؟ هذه حفلة بروحة هذه أحبب من شيء من الاسم لا يوجد صندوق واحد لا يوجد صندوق واحد لأنني لا أعترف فقط صادق هذه لا يوجد موضوع لا يوجد موضوع صحي خليك This and this لا يوجد هذا دعنا نبدأ مثلا إذا نقول من ناحية الأكاديمية مثلا دراسة ما درست عندما تخرجت؟ أنا عندي وجهة نظر قوية في الدراسة أعتبرها أكثر مضيع عطوا وقت وفلوس في الدنيا أوف زين بس هذا موضوع ثالث ليس علوم منك الأكاديميين أنا لا يخصني على الأكاديميين أنا لا يخصني لأننا كوفيد أثبتنا شي واحد أن لا يحتاج إلى أن نكون في جامعة لأستعلم هناك خلالها اسمي يوتيوب جوجل هناك تتورييل لكل شيء تفتح صندوق تعلم صحي بس متخرج أنا ماسترز موضوع 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 باكالوريوس كمبيوتور نكمبيش سايينس و دبلوما ترشن بزنس ممتاز بس ماسترز لم أشتغلت في هذا المجال نهائيا أنت شتغلت في مجال الماركتينج فترة ماركتينج ماركتينج تقريبا 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 نانتين يار موضوع فترة طويلة و اشتغلت في القطاع الحكومي في القطاع الخاص كل شيء برايفت لا أعرف شيء ما نشتغل فيه تقريبا كنت أغيب وظيفة كل سنة ونص مم مم أنا من نوع تقريبا 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 سنة كاملة أو سنة كاملة أو سنة كاملة أو سنة كاملة أبا زيادة لا أعطينا زيادة وكما ساما الذي بعد دائما أبا زيادة أبا أكثر على موضوع التغيير هذا كنا نتحدث عنه قبل فترة كان هناك مصطلح يسمونه هذا ينقذ من وظيفة إلى وظيفة وقبل كان يرى هذا كأنه شيء سيء لكن مع الوقت تغيرت هاي النظرة أصبح اللي يتنقل من مكان لمكان عند البعض يشوفونه وهذا مؤشر زين على أن هذا الشخص على كفاءة عالية فبالتالي يبونه من مكان بالضبط لآخر فهذا مؤشر زين والأمبلوير بعد الحين أصبح يشوفه ك قيمة مضافة هذه أنه يشتغل في مكان ألف بعدين مكان باء فهيون بييني أنا بيبلي خبرة من هالمكانين هذين مفروضة بس هكذا صاد جديد زمان أنت تغير أنت مستثبت صح 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 في كل مقابلة ينقبض لك على السي بي ومتع لماذا تتنقل لماذا تتنقل بس أنا بالاسمين الآن كنت من نوعي دائما يعني بفرمسة دي عالي جدا عالي فما أقدر أغير في مكان أنا مش مقدر فيه مثلا أنا أساوي شيء غير طبيعي أوتف أودري مثلا أنا أساوي تربل كي بي آي مالي في السنة في أول قواتر يا أخي أرفعني أقدرني لا السيستيم يقول وكذا كذا كذا نزي خاص شكا مع السامر فصعب لماذا استويتي حين حر بس الخاص مالي هناك الفريدم فصعد جديد عقب صار عندي إصابة مثل سليب ديسك واحد بعين يوم ما أمشي ما أحس بريولي قالي الدكتور أنت كنت ثلاثة مليمتر لكي تعني وكل كنت تصعي في حياتي انسأس فتحرك وكذكرني أدامك ما شاء الله عليك الاكتب اكتف 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 اتليد وحركة كذا فواحد من كل اكتف جديد تحرك بعين تثبت تتجن تتجن 41 ديز انت سينة تحركان لي 6 شهور لما توقف تزعف توقف مرطانية قلت عفوا فانت الحين 41 ديز في السرير تواجهت كل شرائطينك كل شي تهرب من طوحالك تهرب بك فتوقف جدا فتوجه كل شي وقف فانت حين ما عندك الا تواجه كل الاشيان تهرب منه في حادك فتوقف اتجن ماذا تفعل؟ فتوقف اتجن كيف تكون هناك هدوء اي حلقة كل شي تهرب منه واجهته وحلته وبعدين دخلت على ثرابي فيزوترابي هذا عمي ثلاثي سنة اتعلم امشي ويت صعبة ويت صعبة فقعدت أنا أذكر شهرين كنت أمشي دكتور مصدقني كيف تمشي كيف تمشي أنت مستحيل تمشي كنت تبيني ما أساوي مرتين في السبوك قلت ما أساوي ساعة كنت عرق ودموع كيف أنا ما أيت أوقف كيف ما أيت أمشي لا 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 مستحيل فهي ما أول ماتر وصح بعد هالشي هذا سمح لي ده أقطع كلامك لا يفهم هذا الشعور إلا الشخص الذي هو أكتف ونشيط ويتحرك ويتمرن ويسوي وفجأة لها البوز هذا أنا مريت بتجربة مشابهة أذكر فقط أذكر 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 أتمرن الصبح كنت أتمرن كان عندي تمرين الصبح وتمرين المسل تمرين 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 يأتي الأصابة وفجأة من واحد يتمرن مرتين في اليوم ست أيام في الأسبوع إلى واحد أذكر والله تمرين الفيزيو ثرابي كان واحد اثنين ثلاث خمسة واحد ثلاث 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 وترفع عيدك هذه قصة يعني عشان ترفع عيدك فنوعا ما هالشي هذا يأثر على نفسيتك إذا أنت ما تداركت الموضوع ثلاث ما عرفت كيف تدارك مصيبة وقالك أنت ستة شهر اللي ما تمشي توقف ثلاث ما توقف ثلاث ما توقف هاش هيك تأمشي فكانت وايد 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 صعبة وفي ساعتها تعرف أنت من ربعك لا يوجد لا يوجد تفكر لهم كل المئات والو قد تعرفهم ساعتها لا يوجد تفكر لهم حسنا تنظيف وبعد ذات فكرة اللي هي الشكل الأولى أكوافن أول سنة ما نساها من أول من فترة الرخصة لأول سيل أنت كان موحد كان يقبض في الشهر من 200 ألف أول سنة أعيش على خمس مدرهم في الشهر حسنا نحن 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 الآن أنت يدك الإصابة كانت الإصابة هذي أنا كنت أقبض 200 200 ألف مانتلي أول ما كنت 200 كي فما أمدوني بلاي يدك الإصابة فطحت إيه كانت الإصابة أنا كنت قاعدين قد أطلع خذ الفلس وطلع وكانت في هذه الفترة أنت تسوي أمورك وأشياء من هناك 200 ألف في الشهر يدك فكرة أكوفان ومعني مدخل أنا نفلس أنا حين من أين يدك فكرة أكوفان شو اللي خلاك أنت واحدة اللي يوم قاعدت على الصرير يأخذ مخك يا على اليوتيوب شفت فيديو أذكر شفت شي أعجبني ريسارج ما ريسارج كده 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 كان معهم أذكر كامل شركة ميكية قالوا لي أنت أعرب أنت لا أحد لن أعطيك وشركة أرمانية قالوا لي يجب علينا أن يدهم عندهم فرحت أخذ طيار أخذ الطيار ورحت الصين قاعد شهر أحيان أنت هذا كل ما يشتري وأنت بعدك إصابتك ريهاب ريهاب أمشي بس تعب رحت الصين قاعد شهر قاعد وجدت مع مئة وثمانية وعشرين مصنع لديك بصانعهم صممت بيزاين ماري أنا اللوغو ماري أنا وأول شي سويته بس بعد سنة بعد ما تأخذ أول أول سنة أول سنة ستمية وسبعة عشر ريجكشن عديتهم لأن أنا واحد تعرفني كيف قال؟ ما في حلوي لا فأول لا ثاني لا قلت ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ أول شهر ثاني شهر أنت مشكلة أنا ما عندي حد فعلي كلهم موظفين كانوا وظائف حكومية فأنت تكسر الأشيان ما تقصدك تفتح بالزمان أحمد داوم لا لا أنا مساوي هذا فستمية وسبعة عشر لا قلت أدك فأنت تفتح أحصى المشكلة وذهبت شاطئ شاطئ يأعطيني فرصة وليس لديك شخص فأنت أحاولت أفعل شيء أحاولت لا 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 لماذا لا أنسى واحد بكومار لا أنسى قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي ان شاء الله حاضر ثلاث ساعات ما يريد أن تحول وما أنت وين تعال وفي أول شهر دخلت ملولينة قال لي وين كان لكن الحين أحمد أنت قلت لي ستمية وسبعة عشر ستمية وسبعة عشر لا شو كان الدرايف مالك شو اللي كان يخليك تثبت على هاي الفكرة أنا اسمح لي من عقب ثالث ولا رابع لا في ناس من أول لا بيقول خلاص هذا خلني يدور لي شي ثاني شو اللي خلى أحمد يستمر ما بواء أنت مو بعشرة مو بعشرين مو بشي واحد ستمية واحد وزيادة قالوا لك لا شو اللي خلاك شبه يوميا كل يوم أخذ ثلاثة ثلاثة كل يوم وأقول لك بعد شي ثاني أنا يمكن فبروري سنة هذه أول مرة أخذ إجازة من 59 شهر لا لا أيضا لا نويل لا أيضا هذا شيء لا يعرفونه الناس اللي هم يفكرون في العمل الحر إيه لا أنت تشتغل أكثر إيه هذا وعلي من أكثر إيه هم يتحرون أن يعني الموظف مثلا عنده واحد وعشرين يوم ثلاثين يوم على حسب عنده أيام إجازة في السنة عنده إجازات رسمية بس صاحب العمل الحر لا لا ما فيه فأنت إذا شخص تهمك الراحة يمكن تعيد النظر في موضوع أنك مش مبأي حد مصمم أن يكون أنت بنور مشكلة الناس صاروا أو أنا أنت بنور أنا سيوة أنت مش فاهم شو بيستوي بيك أنت حين دام 8 ساعات بدام 20 ساعة ترى مبهية بس هي مشكلة الناس يحبون الـ end result بس ما يحبون الـ process الـ process بس أنت you have to fall مش فاهمية فكرة شو you have to fall in love with feeling المنظر success is a door to open a door you have to fail a lot constantly 617 مرة هذا أول سنة ووه مرحب أهلين هذا في السنة أوكي هذا في السنة يعني أنا كنت سينير داركتر حق one of the biggest events companies from the east صحيح كيف ما أعرف شو ساوي نعم فهذا أنت you learn to unlearn to relearn how actually life works فحيم مثلا أقدر أقول الذي كان يدفعك أنك أنت لا تستسلم هذا التساؤل الذي يجبك بين نفسك أنني سينير داركتر في الشركة ليس بهذا كان أشوف هي كان أول شيء أنا لا هذا الإيغو كان بره الموضوع كان لأن أنا أصلا دعوان أمريك كنت أثليت فالكويت موازنب أوبشن موازنب لا أعرف ماذا قصد أنني قمت أنا تسويتك لهذا وصلت لهنية وقمت يمكن هذا الباب يكون قبل الباب الخير لأن أنت مثلا أنت سكون مرة أو مرتين صح تبقي very well في فكيف أنا تعبت أسعبع وشهور وثنين وأوقف الحين لا هل أنا وصلت حدفي لا لماذا توقف سأكمل وصلت حدف لا كمل ما توقف هناك صعوبات أرجع أفهم أسأل منظم الناس يقول أنا أفعل شي كيف أروحي هذا غباء أنا لم أكبرت في البزنس عندي إلا لما أسأل مساعدة من غيري صحيح لأن أنا أعرف وأعرف بس إخ أنت هذا أبو عريف هذا يوهق عمره صحيح أنت أول شي تجيب لك أول شي محامي تدفع لهذا أول موظف كوان نفس نفس الجانب القانوني تقل عقد تتوقع حرف غلط توقعت ستعبد كلمة ضيعك فهذا التعاقل أنت فاهم ممكن فاهم طب تقر عائبي طب نحن مبروك بس في أشياء قرونية في مخارج أنت لا تفهمها أطلع خباز خبزة صحي هذا القوص مهم 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 بس لا يوجد سهلة حياتك حلوة وانت على البحر وكذا ما تدفع دفعت أنا حين 10 years فلست 4 مرات وتم مقاضاتي 18 مرة يا ساتر حر قضايا من أي حد من سبلايرز من كاستمرز من موظفينك من لو أعلى شركائك شو يستوي لأن أنت يوم تشتغل كموظف في جهة معينة حكومية خاصة هذه الجهة تكون جاهزة نوعا ما ففيها قانونيين فيها ناس حطوا التشريعات والسياسات والأنظمة فأنت نوعا ما تكون محمي فاحتمالات الخطأ وايض قليلة لأنهم مجهزين في المكان وانت نمتد أنت بس ساوي واحد أنت تربع ما عندك شيئا نمتد أنا أرجع حق الجرني والتحديات التي أنت واجهتها لكن الآن أعرف بعد ما مريت بهالعدد المرات التي قالوا لك فيها لا وصرت قابلها أنت ترتصين تقول لي صممت بعد ما بعد أول سنة بعد ما أول شدخ أنا أذكر يوم قبل ما أكمل سنة أولى هو أول ديل أخذ أول ديل نزيل أحيانا قبل ما أدخل يمكن وإن الناس حد منهم يعرف حد منهم ما يعرف المشروع المشروع هو أكوافن أكوافن أنا حين أخذ إنتبه في العام أرجع مثلا إمارات في العام أخذ موسوعة جنس أكبر حديقة مائية في العالم ماشاء الله أخذ تريب أدفايزر تريب أدفايزر و أخذ سيو في العام ممتاز بس أنا أخذ كذلك خاص دعني أوري ما موجود بس هذا ما يوجد في يوم إليه أحين هي حديقة مائية الفكرة هي نحن لدينا شواطف في كل مكان الناز كذلك على شواطف لا يفعل شيء التقليدية بالعادة نسبح يمكن جزكيات سكوترات أشار في البحر يمكن في موج بس فقط أو شيء على الرملة بس عندك ناز قاعدة لا تفعل شيء وعندك أهالي نحن عندنا عيالنا تبقى الساعة ساعتين البيس هذا الهدوء فسمعت مرة أحد جنبي يقول أتمنى شيء أود أف البيس دول دول لعب فكرة الأشياء في المياه هذا هذا دخلنا نعم وعرفنا كذا كذا وإحنا في الصين وقومت أول شيء بضي بعد كمان ساعة نحن نتكلم سنة كم قبل عشر سنوات 2012 فما أحد سواها قبل بالأسلوب هذا وبالحجم هذا فكان أن تأخذ التصريح كانت وائد 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 صعبة لأن شيء يديد اشتغلنا كذا 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 وداما يعني هي السعوبات وتحديات في كل خطوة أنت كرجل أعمال ليس كموظف موظف أنت عندك تاسك معين أنت عارف تعمل بالسيلز بالماكتنج بالبيئة بالسوشال ميديا الـ HR الـ 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 كل شيء الـ وإن أنت من نوع الذي لا يعرف أن تتعلم ما أعرف أن أفتح يوتيوب أن أتعلم لا يوجد فون معنا سمارت فون هذا يوجد أكثر كمبيتن تأخذتنا للمون صحي نحن مشكلتنا ناس لا تحاول أن تقول لا أعرف تعلم نفتح يوتيوب تعلم صحيح اليوم لا أعذر تقول شيء أنا لا أعرف تعلم كل شيء لا يمكن تعلم كل شيء كمي لا أعرف لا أعرف هناك خضاء وأسأل أفهم منك تفعل تعلم منه حلو فبديت أنت في بوظبي واجهتك تحديات في البداية مثل أي مشروع عديد لا يعرف الناس هو تقريبا لماذا صار أول يعني 28 حديقة 28 حديقة في الأمارات ما شاء الله بس تبهدل تجرب وتقصى وتبه مشاكل وكذا لحين سكرتم كلهم خيرواح بشغالها لأنها ليست بالكمية هي بالنوعية صحيح عندما تفتح كل مكان تبهدل لوجيستيكلي وكذا وصرقار ومشاكل وليست كواليتي ومشاكل 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 أول ولكن تجرب أكثر في العالم ولكن هناك أربعة جاوة عقبي تقريبا بالضبط قالوا نحن 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 وقلد هل يوجد حداق مائية غير أكوفا في المرات بالأسلوب هذا لا 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 نحن كل اللي جاء بعدي ست شهور سكر وأشتري أنا بعد شف أشف مائية وقيمتها وأخذ الأراضة أدخل استماري وكبرها ونقل لك أنا عندي مواقع ليس مواقع واحد حين نحن نتكلم في المرات كانوا وقلت لي 28 استوى حديقة وحدة وركزت فيها أنت رأيت جانب أننا نحن موضوع الكواليتي بضبط حديقة وحدة صح ولا 28 عشرة منهم وكي خمسة منهم وصب ثمين منهم ضعيف فأنت ركز على حديقة وحدة زين برع الدول عندك هيا عندي وين سعودية مصر مالطا أمان هم هذو الأهم أربع دول غير الإمارات وفي أكثر في سبعات كبيرة سنة هاي جاية في طاقت وائد دول فيها كونتورتالية بس أعتقد أنا متأكد من هذا أن يوم تطلع برا على البلاد التحديات تزيد كثير موضوع أنك أنت وائد وتتعام وائد وائد ليس كلمة إمارات نحن نحن لدينا سيستم ما لدينا فساد نسبيا لا يوجد نساب إمارات نهيا صحيح دول الثانية لا يوجد إلا الفساد لا يوجد سيستم لا يوجد إيز أعتقد أننا مؤشر سهولة الأعمال نسبيا أفضل أنا قصة مختلفة أنا كان جدا مختلف أنا وحيد أنا فتحت شريحة لم أصل قبل فأنا صعوبات مختلفة غير ما يكون واحد متفاضح مطعم أو مكان تشد قليلي فهذه فرقة بس كل شيء ما هو نسبة لي أن لما يكون شو مكان أصعب كما أنا أستمتع فيه لو السيحة لا يستمتع فيه يعني من النوع I have to be terrified to be excited غريب أدري بس هي هذه لأن لما تكون برا كونفرد زوماتك هناك تكبر كنا نرمس اليوم عن هالموضوع وكان شخص يتكلم عن أهمية الرياضة وكيف أن الشخص الرياضي تعامل مع مصاعب الحياة وختلف تماما عن الشخص الذي هو دايما طايح لا يتحرك تلفزيون أكل بس خلاص هذا يومه الرياضي دايما يطلع من الكمفرد زون فالشخص الذي يكلمني ونزل البوست هذا يقول لي أبو حبد العزيز وايد موضوع الرياضة الهيت ترينينغ هالهي انتنسيتي ووركاوت اللي فيها مجهود عالي ويرفع النبض وايد وتتعب تتعب بشكل كبير يعطيني قوة وصبر في التعامل مع وايد أشياء في حياتي ساعة أمر في موقف الموقف يكون مثلا غيري أشوفه هل كان من هالموقف هذا لكن أنا لأن أصلا مخي متعود فهذا عادي عنك صح؟ أنا وين فرق عندي أنا من فترة تقريبا من قبل كوفيد يعني هالشي هذا من 2017 2017 بديت في موضوع البلونج بول ماي البارد أوكي السونا روعة هذا أذكر أول أيام كنت أنا أفكر أن أنا باتشر بسير الجيم بدخل ماي البارد وأكون عايش في قلق تعرف لكن مع الوقت خلاص أنا أبتدى هذا أني أنا أطلع من دائرة الراحة مالي وانزل في الماء البارد يعطيني مثل مثل اللياقة في التعامل مع المواقف الصعب السونا نفس الشي أنت يوم تيلس في مكان خمسة عشر دقيقة درجة الحرارة ويد حرارة بس أنت تبتدي تأقلم على الشي يعطيك يعطيك مثل أنا أقول هاي لياقة أسميها فباتشر يوم تمر ياك مصاعب وشي تكون سبحان الله مع الصعوبات هذه زين ممتاز ممتاز الآن أحمد عرفنا القصة بدايتها كيف وين اليوم وصلنا ما شاء الله أنت في في كتاب قنس دخلت في الركوردز وجواز أفضل سي او وغيرة هاي كلها أمور طيبة أباك تخبرني عن التحديات اللي أنت واجهت خلال هال كم عشر سنوات 2012 بديت لين اليوم خبرنا عن التحديات اللي أنت واجهت هاليوم 13 يوم في الشمس نضبط اشتغلنا سبحان الله ربنا هذا كل شهر هذا كل شغلنا آخر ثقاثة في أول ماي كنا مداخلين enough money to cover كل الديون كانت علي مداخل رزق رزق في أول شهر بس بعد شو بعد عذاب الخمس شهر قبلها هذه ما أتمنى أي حد أنت قلت لي من عقب 200 ألف في الشهر كنت على 500 في الشهر 500 في الشهر وصعبة 200 ألف رهما مبلغ شوية صعب ليش هال مبلغ يعيش عوائل كيف أنت كيف أنت كيف أنت كيف أنت high level of performance هذه هي المتعة ليس بالفلوس هي المتعة بال استمتعة بالتعمل لا يوجد استمتاع لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد وانا أنا أعمل بشكل 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 حياتي حياتي عندما فهمت ما هو هذا يعني عندما يأتي مثلا ذاك لا أعنسى موقف هذا أو لا أعنسى موقف هذا عرفت لماذا أن أفعل تقريبا ذاك كانت في عمان كانت حديقة في عمان وجاي الريال يدور ما فيك شو السالفة قلت لها انت كيف تغني تقريبا شو تسعني موقف مدير قلت لها حاضر ما سعني قلت لها أنا رائعا كان موقف معك حاضر قاعد قلت لها أنا اسمي كذا 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 أنا اسمي عيسى قلت لها وهذا ولي داخل قلت لها وليدي ويضحك ويضحك معي ويحضرني عمرها ما صارت في حياتي أشكرك بس ويتكرر معي موقف هذا كل كم شهر أنا يجي أب يقول لي ولدي كذا كذا أنا مثلا عندي عالم مثلا أنت عندك أي حال من أنواع أصحاب همم أي بلعش بلعش تأكد أنت وابوك لماذا بلعش لماذا لماذا أنا ماذا بسفيد منك أنت تسفيد مني أنت أنت لعب بس لأن أنت تسفيري بعدين تراك شوف حلو إذا كل صاحب عمل صاحب مشروع تكون عنده هذه الرغبة في أن يخدم المجتمع هذه مبادرة مجتمعية حلوة أنت في أصحاب الهمم عيالنا أخوان أهلنا اللي هم ينتمون لهذه الفئلة المهمة إذا أنت تبتدي تعطيهم هذا شيء يعني الله سبحانه يبارك لك في رزقك الشعور التي تحس بها أنا صراحة لا أحسدك بس أغبطك على أن أنت كنت في هذا الموقف فيها الريال هذا مسكين الذي ولده يعاني من التوحد وأنت كنت سبب في أن يتغلب على شيء وأظن الناس الذين عندهم حد عند التوحد لا يفهمون أن لا يفهم أي شيء لدي الهمم وعند الأيتام بلاش لا تكلم فقط تعال سأتكلم أحد سأتكلم لا تكلم أنت فقط تعالي والأحمد أنا عندك معي 51 فقط تكلم من أن تعالي لم يكن لم يكن تعالي فالناس ليس مستوعة لم لم لا يا أخي ليس خسران جيد عامل الناس بما تحب أنت عامل به جميل من آخر جميل جميل فالتحديات في مثل هذه المشاريع اليديدة خاصة أن يكون كونسبت يديد فكر يديد هناك الكثير من التحديات أنت ذكرت نقطة التي أردها مرة ثانية لأن موضوع تفويض الصلاحيات صلاحيات مهم صعب صعب حتى الشيخ محمد يتكلم في هذا الموضوع في الكلمات التي يلقيها في كتاب رؤيتي دائما يذكر موضوع أهمية تفويض الصلاحيات لازم أفوض صلاحياتي فهو ليس فقط في العمل الحر حتى في الوظائف جدا مهم من المدرة يبقى هو يسوي كل شيء ما ينفع أنا لم أكبر البيزنس مالي إلا لما عافت أتخلص من المشكلة هذه أنا كمان جدي لما عافت أعطي تفويضات يعني الأول سنة 800% كبرت ماشاء الله 800% كتوسع في البيزنس نفسه ماشاء الله في أول سنة أول سنة أول خمس سهور المشكلة كالتالي الناس أنا أعرف المشكلة أنت قاعد تاخذ موضوع هذا صح أنت يمكن أنت أحسن شخص يساوي الشغلة هذه 100% لكن إذا أعطي أحد ثاني حتى هو 50-60% معناها أنت الآن فضيت 45% من وقتك يضع في شيء ثاني ويتعلم نحن لا في حد بيرفكت إذا أنت تتبع أحسن أكتب خطوات 1 2 3 4 5 ونحن تكبر مانوال لكل كل خطوة كنت تعتقد هذا أحسن لدي أعطي مانوال أحيانا مثلا هذا كاليوم عندي موظفين من أصغر واحد أسمع لأن يطلع بأفكار أنا لم أرى كعندي مثلا واحدة من أحرك شيء بدلا ما يبستونا غاز كوية 50 درها مؤجرها في اليوم ونحن لدينا بأفكار قال سيرل أستطيع أخذ بأفكار بوارد طويل وضع الماء ونفخ فيها جمعت هذا جمعت 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 وهو بونس لكن أحيانا في مرحلة اسمها أحيانا لا أحيانا 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 وحيانا لا أحتاج أن أكون داخل الشغل كل خطفة خاصة لدي مدراء سببوائزرز أعتمد عليهم بأشتماعينا لدينا موضوع كل يوم أحمد ساك سامع مشكلة كان أحمد شو في موضوع هذا أقول ما رأي كوشي شو نساوي أسمع رأي هو شو حاط بعد لأنه شغال في هذا الموضوع أقول أنا معظم سجلتي مع التيم كلها سألت كلها سألت حسنا حسنا لا مشكلة هناك شخص أنا وأنت أعرفه لا أذكر اسمه الآن يمكن لا يباني نذكره ففتح مشروع فأذكر يوم سألته في سنة من السنين أنا كنت أفتح مشروع فقلت له فقلت له ماذا تنصحني أنا أنا لم أشتغلت في العمل الحر كم سنة وهذه أول مرة أجرب شيء وكم من سنة هل كلام ماذا تنصحني والله قال لي بيدر نصيحتي لا تنصح و لا تقول أنا عرف أفتح كل شيء و تبدأ تدخل في هذا و هذا قال بيزنس الفلاني الذي كان عندي فتح أكثر عن بيزنس قال بيزنس الفلاني تذكره قال عرف لي فشل قال لي صح لأن أنا كنت أدخل في كل شيء الشغلة الفلانية أدخل أفهم فيها شوية ما بفلسفة أفهم فيها شوية بس صاحب التخصص الذي أعين على هذا يوم بدأ أدخل أنا في شغلة يخترب شغلة هو بعد بالضبط فهذا هي فكرة ماكرو أكت ماكرو خلاص أنت تجاهل بخلص أدخل أدخل وإن أدخل 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 أنا أدخل The reviews مثلا Tip Advisor The Google Reviews If you do perform do ask him say give me a review I mention your name in the review I will give you 25 I can review We went from 3.8 to 4.7 Yes In Google We became number 9 Out of 515 Activities to do in the UAE Top 10 Top 9 Top 9 من كم 500 155 اللي فوقي برج خليفة Wow I'm top 9 I'm a local Small company لأن أنا I focus on quality بس نقطة أنت سويت براند ما رأتي يا أحمد و I have branded I cooperate everywhere in the world جميل لأن أنا تفكيري كان داما I'm local but I am thinking global يعني أنا creating الحين علي سنة هذه كيف أنا create more equity للبراند assets, locations, visualization على أساس أني أكون public with the company in two years هذا هو short term goal public with the company هذه خطات لأنني أختفي social media لا أشعر إلى خبر nine years لا أشعر إلى انستغرام لا سنابشات ولا شيء zero بس قبل أن ترى سوف تقوم بصفحة السابب وراء سأبين أنا منو لأنني two years from now لما أنت تشتري أسهم شركتي تشوف منه السيئو أوه هذا متلاقة مع كل مشايا هذا عندك كل أردك زينا هذا مسافة ماكين هات كلها it's a tool it's a tool it's a tool it's a diary وماشاء الله عندك يعني عدد كبير من الفولورز نص مليون نص مليون في هذه الصفحة والبيزنس فيها تقريبا مليون ما شاء الله وإذا فهمت السوشال ميديا تكبر بسببين collaboration و content أنا شهريا عندي بين 70 إلى 200 الفولونسي يجولي لماذا؟ I never spent a single درهم وماغذني هذا هو الماركتين معنا هذا هو people real people have a real fun بس لا تألف أنت مرة قلت لي أنا برجع بعدين شوية بدخل في تفاصيل أكثر في التحديات اللي تواجه البزنس وشو تنصح الناس اللي عندهم فكرة يديدة لمشروع أنت مرة قلت لي عن اشتغلت في دار العجزة مرة أربعة شهور خبرني عن هذا وشو شو اللي تغير فيك أنت حلوس في فترة عملك راهضا نبالي هذه أظن أهم بدأت البزنس أمنوع دائما أحب الأشياء الطوعية أحب الأشياء أصبت فيها فكان طوعت في دار العجزة أربعة شهور تقريبا لا نسأها كان في درس واحد علمته من كل الأشياء كان في ناس رائعين ذكور وإناث حجي ناس رائعة قصص رائعة بس كان في شيء واحد علمته أو كان درس واحد علمته كان في نظرة نظرة ندم أني أنا كان ثلاثين أو عشرين أو أربعين سنة يريد أني سويت من الناس هو يقول لي يريد أني كنت مع هالشخص أو يريد أني زوجت هذا أو يريد أني سويت بزنس هذا يريد أني شريت هذا والندم يأكله النظر الندم هذي أرعبتني فمساعدة أنا ما سأكون أفكر يريد أني سويت أبي أساوي إذا فشلت تعلمت درس خاص لا تكون خاطرين أني سويت حركة لأساوي أبي أقول شيء أقوله في عندي تحديد أن يأكله نحن لأحفظ لا تفعله أنت لا تفعله أنت ليست معاعد بكرة نحن نعيش في القوقعة أنه هناك بكرة لا تقول الصباح ما تضمك بقلة تسمونها present هدية استعدمنا تبقى تقول تبقى تساوي تجي فكرة الصباح العصر صاميها فلوس لا تفكر 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 أنا كنت مفلس أنا كل شي سويته كنت يا مديون يا مفلس كل شي مشروع سويته كنت يا مفلس يا مديون وللحين سويته بس تعرف ماذا أحمد مثل هذه التجارب موضوع في دار العجزة اشتغلت هناك أو دار المسنين كلها أساني مختلفة الناس هذه دائما أصدق ناس تتعامل معهم بالضبط أنا دائما أقول الأطفال والصادقين في مشاعرهم صحيح لأنه لا يوجد شيء إذا لا يحبك يقولون لا يحبك لا يلعب معك إذا يلعب معك يهد الناس كلها وينقذ عليك وينقذ عليك نفس الشيء كبار السن ممكن في النص في اللعب والد قد يكون قد يكون صادق قد يكون لكن كبار السن أغلبهم يكون الناس صادقين يقول في خاطرة المشاعر التي تظهر منها مشاعر صادقة الكبار شوابنا تلاحظ هذه لهم يعطيك كنز ويقول ما شيء صح ما يجاملك فأنت سبحان الله يمكن شغلك في هذاك المكان تطوعك بالعمل في هذاك المكان أعطاك نظرة للحياة وفي شيء ثانا أنا أنا من نوع ما أحب أقرأ قرأة لدينا جدا متعبة لنا لينير لنا مخي كل 3D وكثير جوة ما تحب تقرأ؟ ما أحب أتعب ما تحب تقرأ؟ ما أحب أقرأ ما أحب أقرأ؟ وعنا أعرفك من السنين لا أحب أقرأ فقط أحب أتعلم أحب أعرف فقط أحب أتتعب فماذا قد أقرأ؟ فأحب أعطي للناس فأجيب الناس الأفهم مثلا فأتعلم شيء في السيكولوجيا أحب 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 أحوالي فأكل ما صعب فقط أنا أرى أنت أحب أحد في مجالك المقاعدة وكيف تقبل في الشهة؟ 30 ألف أعطيها بألف تقل معي مواحد أعطني زبدة علمك هذا واحد عشرين سنة في مجال مهين نأخذ موعد بعد شهر هو حين شهر كامل قاعد يعطيني لكويد جولد خبرتها عشرين سنة شوف هذا شيء مهم تقعد معها شخصة سبع ثمان ساعات تأخذ منها شيء أنت متأخذ عشرين سنة شوف على موضوع التعلم نحن هذه أعتقد من الأخطاء الشائعة نحن مع القراية ونشوف أن القراية أنا شخص استمتع بالقراية أنا ريحة الكتب أحبها أعرف أنا أخذ في الشيء أحب ريحة الكتب ولكن للشخص مثلا اللي ما يحب القراية ما يمنع أنك أنت تتعلم ترى في يوتيوب في مثل ما أنت تفضلت أنا أدور منه شخص المختص مثلا في هذا المجال أبا أتعلم أفهم منه تقلع ما واحد فاهم مجال هفة ساعات أربع ساعات تست وشهور وشهور سنين فأنا هذا الهاق مالي جميل جميل حلو حلو أنا ما أفهم أفهم واحد فيهم يا بأخوية تقل معا أنا في مثلا أنا عندي ستة مع أصحابي بليونيرز يعني سكس توني بليون تعرفت عليهم بسؤال قلت لأ أنت أنت تساعدني اللي تسويه أنت لأخي شيء الأعمي أبا أتعلم منك ممكن تعطيني قصة حياتك يستانس أنا ما أملك أي فايفور بس كلم معايا آخر الأخي ما أتلاقي معها عشا نتغدى كوفي هاي الساعة ستين تفتح معاك ثاني مرات هات مرات سيفة صداقة وتتعلم منهم أنا أذكر في أول كوفيد ما أنزا كنا قلنا أربع شباب كلهم رجال عماد فماذا قلت كما ريال الجنبي وأسمع هنا يقولي ندوه على بصل أذكر أنا أعرف واحد اسمه داود هذا أكبر تاجم وخضار فضاكا في المغرب أفتح واتساب داود ساميك صفالة بس المغربي أوكي عندك هذا عندي ابعتلي ابعتلي في خمس دقائق قلت له الدوعة هذا قال لي هاي بالضبط كم تبقون نبقى خمسة كونتينر إن شاء الله داود خمسة شو الساعة خارجها حط ماركب ما قلت له موضوع في خلال شهر أنا بايع 200 كونتينر بصل شو عرفت بصل أنا بس لأن عرفت أنا في لأن أنا قاعد مع الناس نحن لا نتكلم عن الناس نحن نتكلم على أفكار بزنس كيف نكبر كيف نكبر بعضنا محمد إذا في شي لازم نتعلم أنا أنا حين أتعلم منك وأشوف وايد مهم دايما في لازم تكون عينك 360 وتبتدي تشوف شو يناقص الناس أنت شفت البحر مثلا تيلس انت على سيفا هاي عنا شواطة كيلومترات لدينا من الشواطئ لكن ما هي الناس التي يمكن تعملها مثل jet skis water activities هذه النشاطات المائية وبعدين ما هي غيرة بالضبط أنت اقتنصت الفراغ هذا هناك فراغ عبيت هذا الفراغ نحن مشكلتنا أفضل من ما أشوف نحن ما يسمونها Fear of missing out FOMO كل شي هناك ترند كل ما نسأ جيم يلا جيم كوفي شوب يلا يلا كلنا كوفي شوب برغرز برغرز ساعات في بعض الأحيان أنت تبا تشوف شو اللي ناقص بالضبط شو اللي ناقص نحن مثل وايد من الشباب يسوهم platform يمعون مثلا ما بقول اسم الموقع ولكن في موقع يجمع لك مصممين اللي سووا لك logo بالضبط قبل أن تدور logo هذا عند الشركة الفلانية عند فلان عندما سوالك platform يمعهم كلهم موجودين هنا ضغطة زر يطلع لك قائمة هو ما سوى شي هو بس يمعهم شاف في gap في فراغ البراج في الأشياء أنا أقول أنت يكون business man لما تستعمل البراج في الوقت أنا مثلا في أشياء لا أفعلها ولكن يبحد يعمل شغل بأبدالهم وأنا بأخمسة لا أبدالهم البراج يزيد فالفكرة المكاملة أن استعمل البراج لا يجب أن تفعل كل شي يصرف يعني أنا لا أشتغل معي لأني خاص لأني لأني عجب أسلوب عجب عجب ساعتي أنا عجبت في خاص يشتغل معي أنا أجلب واحد تكنيكا الفاهم يساوي الشغلة وهذه وأبعد ما ماركب تهم مضوع أنا لم أفعل شي صحيح أنا عندي أم يساوي كل شي ما لا أفعل شي خاص إذا بس اليوم أحمد أقول ما نصيحتك لأي شاب أو شاب عندهم فكرة لمشروع يبون يطبقون شو نصيحتك لهم لا تسويها بس حساس أن تكون اسمك سيو وأنت بنور حلو لا تسوي للمنظر بتخسر بتفشل هذه منك لنفسك مشكلة نحن نهتم وعلى بأراء أهلنا وأخواتنا وأربع عنا وأنت فشل يخي شو فيها يا أخي تعلمتنا هي مشا لوس هي نسن تعلم الغلطة هذي كبر معه ثاني إذا هناك شيء أنت تعتقد هذا هو الأول فأذه لا تسوي أنا أخواتنا أنا أخواتنا أنا وسط محلتي في النجاح وكذا لأنني شيء واسطة أخواتنا ماذا كان الموضوع مستحيل وكان مستحيل وعلى مرات في فرصال كان العالم كلي ضدنا فقط كمل والله هاي نصايح وائد مهم أحمد أعتقد اللي تفضلت فيه أنت وائد مهم أن أنا أبني معرفة وأدرس خطواتي بعد هذا شيء وائد مهم لأن مثل ما فيه قصص نجاح ترى فيه فيه قصص ما بنسميها فشل لكن أنك أنت ما تنجح في أن تتحقق الهدف اللي أنت كنت حاط لنا وتتعلم وتنهض مرة ثانية وتقوم وتكمل وتسوي ولكن نحن دائما شو نقول نقول يعني لابد من أن أصحاب المشارية أصحاب الأفكار لازم يوزنونها صح لأن فيه ناس تنسجن في قضايا وعليهم ديون وتلقى يبهد يبهد الأسرته ويبهد العائلته ويتدين ويسوي يعني هناك مشكلة في بعض الناس شو أنا بيب مستمر يا خليش أنت أثبت نفسك يسوي ما شو لا على شيء صغير ابدا صغير وكبر كبر كبر هذا الثراء الفاحش اليوم يضع ألف بعد شهر يكون مليونير لا يستمر عشرة حدث عشرة عشرة كملت الحين يمكن أنا من السنة فات شفت أوه أله شي يسوي آه هذا كيف نفعل هذا عشر سنوات شغل بالساعات تقولي ثلاثة عشر ساعة في البداية وعبارت من البحر وسويت وسفرات والله شاب بزاك الله خير نحن نتمنى لك التوفيق مسلول وايد استنسنا في اليلسة هاي وبنيلس إن شاء الله يلسات ثانية وبنتعلم منك ونتمنى إن شاء الله أي حد من من الشباب والأخوان والخوات اللي يتابعونا عندهم فكرة عندهم شغف في موضوع ثقف نفسك تعلم واسعى للتحقيق الهدف اللي أنت تبقى تمنى لك التوفيق شكرا لك صاحب حبيبنا بصور على وقتك أكيد